بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اليوم بإذن الله رح نكمل الجذور وراح نكمل خواص الجذور نبدأ في خواص الجذور وبأول خاصية طيب أبل ما أبدأ بالخاصية رح أقول حاجة احنا عرفنا في الفيديو السابق مثلا هذا جذر جذر تمام في هذا الجذر ممكن يكون له أس مثلا نقول إن هنا الأس أربعة داخل الجذر ممكن كمان يكون له كمان أس ممكن عشان نوجد هذا الجذر يحتاج نكتبه على صورة كسر نكتب نشيل الجذر ونكتب على صورة جذر إيش رح نكتب كيف رح يكون؟ رح يكون دايماً الأس اللي جوه هو البسط يعني رح نحط هنا كسر اللي هو الأس رح يكون البسط هو اتنين اللي يكون فوق اللي يكون جوه عفواً اللي يكون جوه هو يكون بسط ولي يكون أس الجذر اللي بره هو المقام حيصير اكس اتنين على أربعة اكس اتنين على أربعة طيب نبدأ أول خاصية نتعرف عليها أول خاصية ايش بتقول؟ بتقول إذا كان أس الجذر زوجي زي هنا مثلا الأس اتنين ولكن لا يكتب تمام؟ إذا كان أس الجذر زوجي وقسمنا الأس اللي جوه على الأس اللي بره يعني الأس اللي جوه هو اتنين اللي هي هذه صارت واي اتنين على اتنين جواب القسم هذا اتنين على اتنين طلع بفردي رقم فردي احنا هنا لما قسمنا اتنين قسمة اتنين طلع ايه طلع بفردي فإذا طلع بفردي فإحنا راح نضيف للجواب قيمة مطلقة إذا هنا بعد ما قسمنا اللي جوه على اللي بره وطلع بفردي أوكي راح نضيف للجواب قيمة مطلقة طيب إيش الجواب راح يكون؟ هنا راح يروح التربيع مع الجذر والجواب راح يكون واي ما راح يكون واي لحالها راح يكون القيمة المطلقة لواي إذا هذه المسائل اللي تحط فيها قيمة مطلقة لازم يكون الأس للجذر زوجي إذا كان أس الجذر زوجي راح تختبره تقسم الرقم اللي جوه الأس اللي جوه على الأس اللي بره إذا طلع رقم القسمة فردي فرح تضيف للجواب قيمة مطلقة هنا مرة تانية نقسم الأس اللي جوه على الأس اللي بره هنا لو لاحظنا أنه الأس زوجي يعني نقسم الأس اللي جوه على الأس اللي بره أربعة قسمة أربعة اعطانا واحد والواحد عدد فردي بما إنه عدد فردي يعني راح نضيف للجواب قيمة مطلقة هنا بما إنه أس أربعة فرح يروح الأس الأربعة هذا مع أس الجذر الأربعة حيث بقى أكس رح يكون القيمة المطلقة لأكس طيب هنا هنا الأس زوجي واللي جوه سالب هنا ما رح تكون غير معرفة ليش؟ لأنه هنا الرقم له أس فإحنا إش راح نسوي؟ راح نقسم الرقم اللي جوه على الرقم اللي بره اتنين قسمة اتنين واحد والواحد عدد فردي إذن حيروح هذا الأس مع أس الجذر إذن حيروح الجذر حيتبقى مين؟ حيتبقى سالب أربعة سالب أربعة هذه راح نضيفها أو راح تكون على صورة قيمة مطلقة القيمة المطلقة لسالب أربعة وأي حاجة تطلع من تحت القيمة المطلقة راح تطلع بموجق تمام؟ هنا الأس فردي أس الجذر فردي بما أنه أس الجذر فردي فما راح يحتاج نقسم اللي جوه على اللي بره إذا كان فردي ما لوداعي هذه العملية لأنه الفردي ما راح نضيف له أصلا قيمة مطلقة فإش راح نسوي؟ بما أنه الأس اللي جوه نفس الأس اللي بره فرح يروح هنا أس الثلاثة مع جذر الثلاثة ورح يتبقى الجواب سالب أربعة إذا راح يكون الجواب سالب أربعة هنا جذر الخامس هنا الجذر فردي إذن ما راح يحتاج نسوي العملية اللي كنا نسويها وبما أنه زي بعض إذا راح يروح هنا لخمسة مع الجذر الخامس ورح يكون الجواب هو إذن الجواب كده أوجدناه يكون إيش يكون إيش الثاني خاصية من خواص الجذور اللي هي إيش اللي هي ضرب الجذور يعني يعطينا مسألة زي كده جذر خمسة ضرب جذر خمسة تمام؟ طيب إحنا إيش راح نسوي؟ راح نضرب الأرقام عشان تنضرب الأرقام شرط إنه يكون الجذور زي ما هي أسس الجذور وتكون زي ما هي هنا الجذر تربيعي بس طبعا ما ينكتب هنا تربيعي وهنا تربيعي بما إنه الجذور متشابهة إذن راح نقيني ينزل نفس الجذر ورح نضرب خمسة ضرب خمسة خمسة وعشرين إذن صار جذر خمسة وعشرين نبحث عن رقم لو ضربنا في نفسه مرتين يعطينا خمسة وعشرين اللي هو مين؟ اللي هو خمسة هنا راح نشوف الجذور أسس الجذور متشابهة إذن ننزل نفس الجذر ونضرب تي في تي تي تربيع هنا أسس الجذر تربيعي واللي هنا تربيعي حيروح التربيع اللي هنا مع الجذر التربيعي ورح يكون الجواب تي هنا جذر أربعة الجذر الثالث لأربعة والجذر الثالث لخمسة لو لاحظنا هنا كمان أسس الجذور متشابهة تلاتة وتلاتة إذن راح ينزل الجذر الثالث تمام ورح نضرب أربعة في خمسة عشرين الآن راح نبحث على رقم لو ضربناه في نفسه تلات مرات يعطينا عشرين ما في رقم لو ضربناه في نفسه تلات مرات يعطينا عشرين يعني راح يبقى زي ما هو بعدين يجي هنا جذر تسعة إكس أس أربعة إيش يحتاج نسوي؟ إذا يحتاج أنه إحنا نوزع الجذر فرح نوزع الجذر للتسعة ولا إكس أس أربعة يعني راح يكون جذر التسعة وجذر إكس أس أربعة تمام؟ طيب إذا يحتاج أنه إحنا نحل هذا الجذر فرح نقول جذر التسعة يعني راح نبحث عن رقمين لو ضربناهم في بعض يعطينا تسعة اللي هو ثلاثة وجذر إكس أس أربعة جذر إكس أس أربعة إيش راح نسوي هنا؟ جذر الأس الجذر زوجي واللي جوه زوجي راح نقسم أربعة قسمة اتنين راح نقسم اللي جوه على اللي بره ورح نشوف هل هيعطينا رقم فردي ولا زوجي عشان نشوف هل راح نضيف قيمة مطلقة ولا لا أربعة قسمة اتنين اتنين طلع رقم زوجي إذن ما راح يحتاج نضيف قيمة مطلقة إذن راح يكون الجواب بما إنه هنا اتنين فرح يكون إكس أس الجواب اللي طلع هنا اللي هو اتنين إذن راح يكون الجواب ثلاثة إكس تربية كده نكون انتهينا من خاصيتين في الجزور نبدأ في الخاصية الثالثة اللي هي هادي هادي الخاصية إيش بقول في القسمة إنه إحنا بنقدر نوزع الجذر هنا أعطينا جذر الثالث لهذا الكسر اللي هو ستة عشر تيوس سبعة على اتنين تيوس أربعة إيش راح نسوي قبل ما إحنا نوزع الجذر راح نتخيل كأنه ما في جذر كأنه ما في جذر تحولها تكسر تمام نجرب نشوف هل ممكن نحلل يعني نشوف ست عشر قسمة اتنين هل ممكن نقسمها ينفع نقسمها تطلع كام تمانية طيب هنا تي وهنا تي بما إنه كسر وفوقهم أسس والاثنين متشابهين تي وتي فإيش راح نسوي في الأسس راح نطرح الأسس نكتب نفس التي وإيش نسوي في الأسس نطرحها سبعة طرح أربعة راح يعطيني ثلاثة كده أكون حللتها أرجع أضيف جذر الثالث أبدأ أحلل تمانية والجذر الثالث إذن راح أبحث على رقم لو ضربت في بعضه ثلاث مرات يعطيني تمانية اللي هو اثنين تي أس ثلاثة يعني راح يروح هنا الأس الثالث مع الجذر الثالث وراح يصير باقي تي حيكون الجواب اثنين تي هنا نفس الحاجة الجذر للكسر أربعة إكس ستة على تسعة إكس سأربعة راح أتخيل كأنه ما في جذر وأبدأ أشوف هل ينفع إني أحلل ولا لا طيب هل ينفع أقسم أربعة على تسعة لا ما راح يعطيني عدد صحيح راح يعطيني عدد بفواصل طيب إذن يسير نرجع نشوف الإكسات بما إنهم متشابهين يسير نطرح الأسس إذن راح ينزل أربعة على تسعة لأنه ما راح ينفع نقسمهم ستة طرح أربعة ونكتب هنا الإكس ستة طرح أربعة راح يعطيني ثلاثة ورح نكتب الجذر نبدأ هالآيات نطلعهم من تحت الجذر الجذر عند الأربعة يعني جذر الأربعة بما إنه هنا تربيعي يعني راح نبحث على رقم لو ضربناه في نفسه مرتين يعطيني أربعة اللي هو إثنين نفس الحاجة للمقام راح نبحث على رقم لو ضربناه في نفسه مرتين يعطيني تسعة اللي هو ثلاثة تمام ونيجي عند الجذر عند إكس هنا أس اتنين عفوا مو أس تلاتة لو طرحنا ستة طرح أربعة راح يعطيني اثنين صار جذر الثاني لx تربيع نقسم اللي جوه على اللي بره اثنين قسمة اثنين رح يعطيني واحد عدد فردي ورح يروح هنا الاثنين اللي هنا مع الاثنين اللي هنا بما انه طلع الجواب فردي اذا رح اضيف قيمة مطلقة للx هتكون اثنين على ثلاثة القيمة المطلقة لx بعد كده رح ننتقل على هذه الخاصية اللي هي خاصية جذر في جذر يعني هنا جذر في اس وعليه جذر تاني ايش رح يسوي على طول ايش رح نسوي بما انه هنا الجذر مهم مكتوب يعني اثنين رح اضرب اثنين في ثلاثة ستة اذا رح يكون جذر السادس لأربعة وستين بس هذا هو الحل هنا نفس الحل هنا رح يكون اثنين اثنين في أربعة تمانية يعني رح يكون الجذر التامن اللي هي خمسة تمام هذه هي الخاصية هذه الخاصية سهلة جدا بعد كده رح يتبقى لنا خاصية واحدة اللي هي اخر خاصية وراح اشرحها في الفيديو القادم اتمنى هذه الجزئية تكون سهلة وبسيطة واذا عندكم اي سؤال او اي استفسار اكيد تقدر تسألوني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة